الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع نعم الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز وأما إذا أردنا أن نقول شروط وجوب الصلاة فإننا نقول البلغ لأن البلغ هو التكليف هو شرط التكليف فالمصنف هنا يذكر شروط الصحة لا شروط الوجوب التمييز عند فقهائنا لهم اتجاهان منهم من يحدد التمييز بالسن كما مشى عليها المصنف وغيره أنها سبع سنين والطريقة الثانية وهي التي ارتضاها المحققون كالعلاء المرداوي وغيره أن المراد بالتمييز إنما هو باختلاف الأشخاص فكل من ميز ما يحتاج للتمييز فهو مميز فيه فمن ميز أفعال الصلاة وعرف كيف يفرق بين الصلاة وغيرها فإنه يكون مميزا ومن ميز الصوم عن غيره فهو مميز فيه ومن ميز في البيع فعرف ما يكون به البيع وما يكون فيه التبرع فإنه يكون مميزا فيصح منه بعض المعاقدات إذن التمييز على الطريقة الثانية اختيار القاضي على إد المرداوي أنها ليست محددة بالسن ولكن كثير من الفقهاء المتأخرين خصوصا يقيلونه بالسبع من باب الأغلب إذ غالب التمييز يكون عند سبع ولأن كثير من الأحكام متعلقة بابن السبع كالعورة وغيرها لأنهم يقولون إن من كان دون سبع ذكرا كان أو أنثى فلا عورة له فلا يلزم ستره وإن من باب الأدب ويجوز النظر لعورته ويجوز اللمسها لحاجة كتوضيئته وتنظيفه ونحو ذلك المقصود من هذا أن ابن السبع هو الذي تصح صلاته